السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنعمل الحرف الثامن من مجموعة الحروف اللي هو حرف A الحرف هذا كان من نصيب أمروان اختارت حرف A رح نحتاج في المقطع خطة كروشي أنا مستعملة خط نيتش هر كوتون هنحتاج إبرة مناسبة لنوع الخيط أنا مستعملة مقاس 2.5 مليمتر هنحتاج مقاس قلم سبورة و إبرة للتنظيف وطبعا البتران وراح نبدأ في المقطع على طول رح أبدأ بإني أعمل عدة البداية وهعد السلاسل أنا عندي 16 سلسلة من السهم هذا رح أبدأ أعد السلاسل وهعد عندي 16 سلسلة هعمل 16 أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة هداش تناش تلتاش أربعطاش خمسة ستاش هشتغل غرزة حشو في ثاني سلسلة من الإبرة فيها وفي بقية الغرس أنا رح أشتغل على خيط البداية في نهاية السطر الأول رح يكون عندي 15 غرزة حشو ثلاثة 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 أربعة خمسة ستة سبعة ثمنية ثمنية تسعة عشرة أحدة عشد عشد أطناش إناعة الناش عشر كمسة تلتاش ثلاثة اربعة عشر خمس عشر كده انا انتهيت من السطر الاول السطر الثاني رح ارتفع سلسلة انا كده انتهيت انا هنا بس اجيب القلم انا عملت السلاصل وعملت الدور هذا انا طبعا عملت السلاصل ارتفعت سلسلة واشتغلت غرزة حشو وانا وقفت هنا عشان نبدأ السطر الثاني رح ارتفع سلسلة وحامل غرزة حشو واحدة في كل غرزة حشو من الدور السابق انا رح ارتفع سلسلة وحشتغل غرزة حشو هاد السلسلة اللي انا ارتفعته حشتغل في الغرزة اللي بعدها غرزة حشو فيها وفي بقية الغرز في نهاية السطر الثاني كمان حيكون عندي خمس عشر غرزة حشو اشتغل غرزة حشو وانا وقفت هناك 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 انه كده انتهت من السطر الثاني السطر الثالث ارتفعت سلسلة عملت غرزة حشو في كل غرزة حشو من الدور السابق ووقفت هنا الان رح ارتفع سلسلة وحعد كم غرزة حشو رح اشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية اذا رح اعمل تمانية غرز حشو حرتفع سلسلة حقل بشغلة على الجهة الثانية ورح اشتغل غرزة حشو وحدة في تمانية غرز اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية بعد التمانية رح ارتفع ست سلاسل هدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هرتفع ست سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة رح اشتغل غرزة حشو وحدة في ثاني سلسلة من الابرة فيها وفي بقية الغرز اذا هدي اول سلسلة عندي هتركها هتشتغل في ثاني سلسلة غرزة حشو واحدة فيها وفي بقية الغرز يعني رح اشتغل في منطقة شغلي هتكون خمس سلاسل يعني حيكون عندي خمسة غرز حشو اربعة خمسة اذا انا اتفعت السلاسل اشتغلت غرزة حشو اذا انا هنا وقفت الان رح اكمل غرزة حشو واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة غرزة حشو في ست غرز اذا هاد المكان اللي انا طالع منه فحتركه هشتغل فيه المكان اللي بعده دي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة بعد كده في اخر غرزة حشو رح اقفل بمنزلقة اللي هي عندي هنا اخر وحدة هذي رح اقفل فيها بمنزلقة الان رح اعد السلاسل هذي كم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة الان رح اقفل بمنزلقة في سلسلة الارتفاع وفي السلسلة اللي تحت شايفين اذا انا اشتغلت هذون وعمل قفلت بمنزلقة وارتفعت ست سلاسل الان رح اقفل بمنزلقة في هذه السلسلة ومنزلقة في هذه السلسلة اللي هي هنا في هذه الجزء هي ستشيل البترون عشان يوضح معكم اكتر اذا رح اقفل بمنزلقة في سلسلة الارتفاع اللي هي هذه هتكد بس انه سلاس لي مهم الفوفة رح اقفل بمنزلقة في سلسلة الارتفاع وبعدين في الغرزة اللي تحتها او السلسلة اللي تحتها بدأ الشكل وبعدين رح ارتفع تمانية سلاسل هدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية رح اشتغل غرزة حشو في ثاني سلسلة من الابرة فيها وفي بقية الغرز اللي هي حتكون عندي كم طمانطعشر غرزة حشو حنعدها سواء هدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداش ناش طلطعش ارباطاش خمسطعش ستة سبعتاش طمانطعش الان رح ابدأ شغلي في الثمانية سلاسل اللي ارتفعتها طبعا السلسلة الثامنة سلسلة ارتفاع وانا هشتغل في ثاني سلسلة من الابرة غرزة حشو وحدة فيها وفي بقية السبع سلاسل فهادي ثاني غرزة حشو تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلة 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 هدي الغرزة التامنة وهدي التاسعة الآن رح كمل السلاسل هادي عشر احداعش تماش طلاتة اربعة عشر خمستاش الغرزة ستة عشر رح تكون في المنزل هدي قل انا قفلت فيها ستة عشر سبع عشر رح تكون في غرزة الارتفاع هنا 18 رح تكون في غرزة في طرف غرزة الحشو اللي من الدور الاول اللي هي هدي هدي الغرزة رقم 18 الان الان رح ارتفع سلسلة وحشتغل غرزة حشو في كل غرزة حشو من الدور السابق رح ارتفع سلسلة حق اللي بشغلي على الجهة الثانية وحشتغل غرزة حشو في كل غرزة من الدور السابق اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداش اثناش تلتاش اربعتاش خمسطاش ستتاش سبعة عش طمانطاش اثن في نهاية هذا الدور حيكون عندي طمانطاشر غرزة حشو الان حبدأ الدور اللي بعده باني كمان ارتفع سلسلة واشتغل غرزة حشو واحدة في بقية اه هشتغل غرزة حشو واحدة في كل غرزة حشو من الدور السابق اثنين تلاتة في نهاية هذا الدور كمان طمانطاش غرزة حشو اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة اخر 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 غرزة من السلسلة وأقصه وحاجيب إبرة التنظيف عشان أخفي خيط النهاية حقص الزايد كمان من خيط البداية بما انا اشتغلت عليه الآن رح أخفي خيط النهاية بين الورس أول شي رح أعدل الفتحة هذه اللي رح تشوفوها موجودة في بداية الحرف هتوضح معكم الآن بس أوريكم شكل هذا الحرف الحرف اللي أنا عملا كعينة يومي بس أوريكم بس أوريكم يومي بس أوريكم بس أوريكم سيب أنتوا شايفين فيه كأن نزيل فراغ فوق انا عدلته بالابرة والخيط والان رح اكمل اخفاء الخيط بين الغرز كده يكون انتهت من حرف ال ا اشتركوا في القناة اقص الخيط الزايد وهذا هو شكل حرف ال ا بعد ما اخلص اتمنى ان المقطع عجبكم واشوفكم في المقطع الجاي باي اشتركوا في القناة